موسيقى او الاغلبية الحفتر معرفش في الحكومة بيتقص فيه ما انا معرفش منها مش لسا بقى انا حاسيبك انت هنطقلك كل حاجة هز كل حاجة وحاسيبك احب الناس لانا تتكلم انها تقعد تحت الكرسي اه اه بقى فأول تقص فهم ان فيه اختلافات وان الجزائر قد تخلي حصص متساوية بقول الله اعلم بكلامه هو فان الجزائر رأت ان تكون للفرقاء حصص متساوية لا يترجح كف حد على الاخر يعني كلام منطق وراء البتعقل وهو مع الكلزائر وذلك مدرد السنتاني يحتمل الصواب او الخطأ لكن يظل محاولة لتفسر الغموض اللي لازل اكتنا في الخبر وكأن عدم صفر سامح شكر ده هو دي القضية الاهم للأستاذ اللي هو اهتم بيها وشافها اللي بقول احنا محتاجين فهمها المهم بقول كائمة الاخبار غنضة طويلة لكني اخلص مما ذكرت الى ملاحظتين اقول تخص السلطة وما فادوها انه لا يكفي ان تشير في كل مناسبة الى انتداح الشعب العظيم يوه مش عاربه كلام الرئيس السيسي لما بيكلم عن الشعب العظيم من كده من الاخر يعني لان الاهم من ذلك هو احترامها لحق الشعب في معرفة ما يدر في بلده كأن كل ما يدور في السياسة في العالم كلها بتتعامل كده عنده حق بقول ملاحظة تانية بقى هتخص وسائل الاعلام عندنا التي باتت اغلى منابرة ان لم تكن كلها تسهم في الهتاف فتصفيق باكثر ما تقدم لخدمة الاخبار والتحليل فتخاطب انفعالاته وغرائز باكثر مما تخاطب وعي وعقله عايز اقول للستاذ فاهمي هو دي والكل السادة المشاهدين وفكر حضرتك في 3 يونيو احنا عارفين ان الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2012 ومش في 30 يونيو الشعب يمشي في 30 يونيو 2013 3 سبعة لا يعني في 30 يونيو الزنزال في 30 يونيو في 30 يونيو 2013 حصل الاجتماع يعني قبل ما يمشي في شهر اه اللي هو بتاع بتاع الاتحادية اه اسماعين ياسيف الاتحادية اه اللي هم مجتمعين عشان بيناقشوا خطة الحرب او خطة يعني اعلى حالة في الاستراتيجية انك انت بلد اكتشفنا ان هي بتعمل سد ونبنة السد بقالك نقول لهم هنحاربكوا كده وكده فهده الاجتماع اللي نبوه وبيزوع الهوى اي 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 يعني مصخرة الغريب في الامر ان استاذ فاهمي هو دي بقى فنحنا النهارد او رحنا داخلين على موقع الشروق اللي سيادته بنشر فيها زي زي الاستاذ عمر حمزة ومي بنشر فيها وزي كل المقامة كلهم قال الفرقة كلها فدخلنا على موقع الشروق من 3 يونيو لغاية 19 يونيو سيادته ما جابش ما جابش سيرت حدا من ده خالص ما هو عدو حبيبك ها طبعا تقرأش له زلط وعدوك هو ده فكري الاخوان على فكرة طول عمرهم طول عمرهم كده هما ده ما جابش سير على الموضوع اللي بتاهم الاعلام بيبقوا فيه حاجة عام يعنيهم كده ماشيين زي التراك زي القطر اللي على قبان ما بي هما ظهر بيتربوا على كده انه هما يتعلموا عارف لا تناقص ولا تجادل يا أخ علي هما بيتعلموا يمشوا على التراك حكاية السمع وطعا حتى لو كان رجل صاحب كلمة ورجل بتكلم هو ملتزم بانه يمشي في التراك واحد فما بيشغرش تناه للأسف الشديد يعني انت عايزة تقوليلي ان هو لما يشوف الفضيحة اللي حصلت اواري ناس حتة من الفكرون نعمل نفسه مش شايف لا لا مش شايفه اما هو ده على نفسه بقى ده على نفسه ما يريش تهم الاعلام ده لاته انه بيطبل وانت كنت بتطبل الاخوانة هو يا أستاذ فاهمي ما تورينا يا ابني انت عندك شغل الرعاش مثلا ولا ايما مش فاهم ما انا حكايتك نزل اي حالة يا ابني اسمح ان احنا نضغط عليها الفريق الدبلوماسي في التصوري يجب ان يعمل ايضا دخل اسيوبيا وده الكلام اللي ما عرفش المفروض يتقال ولا لا لكن المجتمع الاسيوبي كما اشار بعض الزملاء فيه متنقضات كثيرة فيه قوة سياسية كثيرة فيه تعيرات متوقعة يمكن التعامل معها احنا محتاجين فريق عمل في اسيوبيا سياسي مخابراتي بكافة اشكال التعامل مع الواقع الاسيوبي يجب ان يكون لنا دور فيه احنا محتاجين نقيم اتصال وتأثير مباشر وتدخل في الشأن الداخلي وانا بقول الكلام ده عكس المفروض كل ناس بتقوله يبقى فيه تدخل في الشأن الداخلي الصحف الاسيوبي قاعدة تقول مفيش خير عسكري وان مصر ما عندهاش امكانيات لا طيارات ولا سواريخ والسودان مش هتسمح والموقف السوداني الحقيقة يقرف لانه اقل بكثير جدا مما كان ينبغي لكن خلينا اقول حالتك ان نقدر نصغب معلومات على سبيل المعلومات الاستخباراتية ان مصر بتسعى لشراء نوع معين من طائرات لتزويد الطائرات في الجو ان مصر بتسعى الى كذا هذا الضغط حتى ولو لم يكن واقعي لكن هيوصل لنتيجة في المصاري الدبلوماسي بس انا عايز اقود دي خطة اللاجنة شعبية مستقرة حتى معلنة او غير معلنة تقوم بالتالي احنا مش نروح نعمل رحلات ونرجع دي بتجيب اثر عكسي على فكرة لما تروح واخد رحلة مرة واحدة وفيها مش هارف كلها رجال اعمال وتروح على اسيوبيا عشان ننقذ اسيوبيا يقوم الشعب الاسيوبيا لكن احنا يعني جعانين وكنا مستنيين الطيارة بتاعت مصر اللي مجاتش من ثلاثين سنة دي اللي هتوكلنا فبتحمل رد فعل عكسي انا مرحتش اثيوبيا خالص بس ده المنقل بالسايكولوجي وده سمعت ان ده حصل فعلا فلابد اعلام واجهة اسأل حضرتك اي صحفي هل في كام صحفي راح اثيوبيا هتلاقي سبعة تمانية بينما كل الصحفيين المصرين راحوا امريكا طبعا هل عصاب امريكي وراحوا اوروبا السفر المرسلون هل حد عنده مكتب في اثيوبيا نقصد اسف كل افريقيا كل دول ملاش حكاية اثيوبيا دي كل الحوض النيل الثقافة والاعمال نمهر جاني سنماء هناك انا كنت مرة في قرية سودانية بمناسبة اللي هم بيحبونا ونبعت ابوتريكا مرة كنت في قرية سودانية في اعماق السودان فرح شاب معايل صغير مسكني وقال لي انت بتشوف حدي الامام شوف الارتباط بمصر وطيله لا مع الاسف معرفش عدي الامام انا عرف نور الشريف قال لي توقع سلملي عليه بس يعني حتى في اثيوبيا حتى في البلاد الغير عربية اللي بيعرفوا لغة عربية هل عملت مهرجان سينما انك مع ملاحظتي طبعا على السينما هل عملت مركز بث وترجمة بحوث وترجمة وراح اتعملت بحوث في اثيوبيا زي ما كل يوم بيجينا مركز بحثي امريكي مخابراتي يقعد معنا يخسر ونبي خلوه مسلين والله ده كان سوس فاهم هودي انت ما شفتش الاجتماع المسخرة ده ما شفتش اللي بيقولك ان احنا نقول لحننليب طيارات كده وكده ونعمل كده اسماعيل ياسيني قابل رأيه وانت بيقولك ان الوقف السوداني بيقوله ده انت سشرتك بقى كارل كاتب كبير والعلام وبتتكلم عملت ايه؟ كلمة واحدة ما كتبتش كلمة واحدة لم تشر لهذه الفضيحة بكلمة واحدة ده مش فضيحة ما هو في نظره بقى المسائل بقى وجهة نظر هو اكيد في نظره ده مش فضيحة يعني هو بس نظره النهارده يقوم ايوما هو بيفكر زي يوم كده اللي بيقولك ان يعني نعلن يعني ان احنا هنجيب طيارات معينة بتتزود في الجو ليه يا حبيبي تتزود تتمون في الجو ليه هو انت لو خدت طيارة من القيارة هنا ما بتوصلش اسيوبيا من غير ما تشحر بنزين يعني انا النهارده اللي بتكلمه دولة دولة كانوا بيديروا الدولة اللي بقولك ان ماخدوش فرصتهم ويقولك ان دالوا ليه شرعي حتى ده لو كان شرعي ده ماناك رب عبيد لو كان شاف الحكادي كان دالوا شال كان مات في ساعتها بسكتة قلبية النهارده واحد زي دالة ميبه ده اللي بيديروا الدولة ودولة المستشارين بيتوقعوا اللي بيديروا الدولة عشان كده تلاتة يونيا مفيش ماكملوش 27 يوم وكان كل ده في الزبال الحمد لله والله الواحد ما بيرجع للوقت ده الحمد لله في نعمة على فكر ربنا ما ديها الواحد اسمها نعمة النسيان بمناسبة بقى سد النهارد اللي هو مدايق الاستاذ فاهمي هو ايدي وعايز الشفافية وعايز الرئيس يقوم كل يوم ياخد له ساعتين الصبح من 8 إلى 9 يعمل برنامج يقول لي يا استاذ فاهمي هو ايدي والله انا بفكر ان انا اروح اسيوبيا اقول لهم كذا وكذا ايه رأيك موافق ولا لا او يبعث له على الايميل يعني اقول له اه اروح او ما اطرحش اه والله انا اه ايام الاخوان قلقت قوي قبل المسخرة دي انا ساعة المسخرة دي ما قلقتش بقى قلت له لا لا ما هي كلها متنيلة على عينها وضاعة يعني جات على سد النهضر عادت مع شخصية امنية يعني كبيرة وعاقلة جدا بتقول لي احكى السد النهضر قال لي مش ما تقلقوش قوي للدرجة دي السد ده هيأثر على السد العالي في حالة ما هم ملو في اقل من 16 سنة هنا هيأثر على منسوب المية اللي تشغل توربينات السد فهو في يعني احنا لازم نروح نضرب الطيارات مش لازم نروح نضرب الطيارات انما بيحصل تفاهمات ويحصل احنا مش هنعادي الناس يعني ان احنا نحاول نعملهم محطتين كهرباء عشان هم عايزين كهرباء مش عايزين مية على فكرة عندهم انهار كتيرة جدا المطر كمان انما هو اصلا اليهود ليهم يد في الموقع فقالك انا بس ابتدي ازبط معهم الموضوع بحيث انه يتملي على مدار 16 سنة بحيث انه ما يقصرش على منسوب المية اللي جاء للسد وليها حلول وليها تفا فهو هنا الرئيس هنا ماشي في الطريق ده الطريق اللي فيه حلول وفيه تفاهمات وفيه العنق الافريقي بتاعنا يبقى ادينا دخلة فيه لحد كبير يعني فهي السفرية دي انا متخيلة حيانا افتكرت كلامه التفاهمات ساعت بتبقى قمضة من السيف انك تتفاهم وتروح تعمل لهم محطتين كهرباء تعمل لهم ما عرفش ايه تعمل لهم بتاعيبت وبقى مسكتهم فيه اكي يعني زي باشوانس محلب كان رايح افتتح كبري فين في مالي لازم بقى ده النهار ده اه نهار ده الاول لا اللي ده وصل القاهرة وهو اه يعني شوف انت لما المقولين العرب تروح تعملك مشاريع وده كان عن فكرة من زمان في جميع الدول الافريقية فالمفروض انك انت ما تسيبش بقى الناس تقطع ما بينك وبين العمق الافريقى بتمتد في البسلوب ده فيش حاجة هتأثر ان شاء الله يعني وانا كمان مؤمنة بحاجة استاذ فهمه ودي بس هو يعني ما يلقش انا مؤمنة ان كل ميسر لما خلق له يعني انا بفكر على قدي في حاجات معينة ممكن فعلا الرئيس الدولة يفكرش فيه انما هو بفكر في الحاجات الكبيرة بمستشارينه بناس كتير قوي بتشتغل معاه اكيد الكلام اللي بقوله ده مش خافي عنه يعني يعني ما جيش كل فلوط يطلع يقول لنا كلمتين على اساس ان هو ابو العريف ودي حكاة دي عيب في الشعب المصري على فكر احنا كلنا ابو العريف كلنا عارفين بمباطن الامور عشان كده الاشعاعات انا انا عايز اعرف بس عشان خاطر برضو اصد ده كلام بيدخلط الكلام يعني اقول لك المعلومات الحريت الحصول للإعلام في الحصول على المعلومات اصلا الناس فهم انها من غير سعف يعني نفهمها يعني انا مثلا عامل صفقة عسكرية فيها بنود سرية لا لازم تقولي الله مش تلعه قالك مزانية الجيش اصدان التحرير اه اه فانا اللي انا عايز اقوله برضو اصداء يعني باطل بيرفعه المعلومات اللي فيه دولة في العالم كل اللي هوها بتطلع بره طيب فيه بيت في العالم كل اسراره بتطلع بره يعني انا النهار ده فيه اللي بتعرف جز تتنشر في البلكونة اه بتتنشر في البلكونة يعني هل فيه بيت يعني انا بتكلم بقى على مستوى الاسرة بس عشان احنا بنكلم عشان مع بعض لا ده استعباط طبعا يعني اه استعباط وماله جرائد وخلاص والله يا سيد إبراهيم ولا ليها لازم والنبي ما تدايق نفسك وتقرأت ايه النبي يا شيخ حسنا فيه حاجات تدايق كتير في الجرائد تانية حاولك على حاجة اصدارت السيد وزير الدفاع النهاردة كان في المنطقة الغربية كان في المنورة راعد 23 بقول مصر لدايق قوات مسلحة مسؤولة تعلم معنى حب الوطن اه اي منور لسه بيقول ما عندناش سواريخ ما عندناش حاجات نعم لش ما انا عسنا مش عايز اغلط بقى انت عتغلطين هو راح لبنان خلاص وبيأكد السيد وزير الدفاع بقول قوات التدخل السريع تستطيع تحرك برا وضحرا ونروا لتأمين الدولة في فيديو عن النهاردة كان المنورة براعة 23 دي مناورة اشتركت فيها كل مختلف اصحي دي كابلزخير الحية دي تالت مرة في المنطقة الغربية ولا التانية دي لا دي التالتة دي التالتة دي تالتة هنا ولا ما عندناش يا إخوانا يعني أخي يخوانا بشي ليبوا الصوت عشان يبس ده بالزخيرة الحية وبعدين دي التشكلات البرية الأفرع الرئيسية يعني فيها كل حاجة فيها طيران وفيها مدفعية وفيها بحرية وفيها قوات خاصة وفيها ودفع دوي وفيها مدفعية كل 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 شغال فلما بتبقى بالزخيرة الحية طبعا دي بتبقى أنت كنت في حرب دي معناها حرب أنا سمعت أن أي حرابية سائرة دفع رباعي كده على الحدود بعيدا عن منافذ السلوم والمنافذ الرسمية بتتضرب من غير سؤال بتتضرب بالطائرات ده الاسم الإبرار يا دكتورة ده الانزال ده الإبرار ده المناورة لما تبقى منورة دية يعني بالزخيرة الحية دي معناها أنت دي رسالة خلص ده أعلى درجات يعني أنت بتعمل المناورات الأول بتبقى بطريقة معاناة بتشوف الوقت بتاعك ووصول كل قوات سواء أنك أنت بتخلي العدو في حتة بتشلي منها أو العدو أو أنت بتنزل بتنزل الإنزال بشعر بتعمل إيه في التوقتات إنما تبقى بزخيرة الحقيقة بقى دي احنا بنتكلم هم لازم يفهموا برضو أن الحدود الغربية دي يعني مر جهنم بالنسبة له لازم يفهموا يعني أنا اللي سمعته أنفش عربية بتخش من الحدود كله بالضربة لو عربية ثابت المنافذ الحدودية الرسمية اللي كانوا يعدوا بالسلك دول بتاع السلك دول الحاجات هو الأسلحة والبتاع ما هو اللي عادة بالسلك باي 500 كيلو دي لازم تتشوف بتارك لغة خطة 22 هناك أنت عارفة أن التقاء الحدود بتاعة مصر ليبيا لما تمشي بيها من البحر بتروح على نوبا بقى بتوصل لخطة 22 آخر حدودنا هناك في نقطة أنا عايزة أزورها نقطة حدود حرس حدود لأبعد نقطة انت بدخلت دي فين حتة عكس حلاب وشلتين النحة التانية دي النحة التانية يعني في الصحر صحراء صحراء يعني دول دي كان فيها واحة زمان كان اكتشفها أحمد حسنين باشا أحمد محمد حسنين واحة كانت في الجنوب الغربي عندنا بس مش عارف فاكرا اسمحي حتة دي كده حتة دي آه واحة معينة منطقة مهمة جدا يعني قبل الحدود بحاجة بسيطة قبل حدود اللي هنقصد أقولي الحدود الحضرية دي دلوقتي خلاص الأباكشي والتائرات والكلام ده كله اللي حيحاول يعدي من السلك اللي متوعي السلك دولة نا بيعديش وعشان كده ابتدى الضغط يروح نحي تونس أيوة شافة العملية بتاعة تونس دي والله يعني أنا محدش يفرح طبعا فقات لحد ولا يقول طبش ما نحن ولا بتاع بس الحقيقة اللي يغيزك بقى الفرنسوين اللي عاديين يولولوا ويقولوا التجربة التونسية هم غيروا الإخوان بالانتخابات بالسندوق إنما المنصرين عملوا انقلاب عسكري وعشان كده مع الندوة مش إرهاب متفضل يا باش شيل مفيش إخوان من غير إرهاب استحالة لا تشالوا بالسندوق ولا تشالوا بالجروف كله لابد أن يكون الكلام ده النهاردة برضو سمعت خبر من كام يوم قولك فجر الليبي بتحارب داعش ده اللي هو إيه مين دو فجر الليبي إخوة إزاي يحاربوا داعش يعني ده يضرب الغذية في حمارها زي ما بيقول مش حاجة اسمها كده وداعش دي هتطول الكل والله ما هتسيب نفر فطبعا إحنا لما قفنا من ناحيتنا المسائل بقى نفست على على تونس فأخيرا يعني قاموا قال هنحارب الإرهاب وكانش متخيل إن هم يعملوا كده لا يتخيل يتخيل ده موجود أنت عارفة إن هم عاملين الغد الوقت بيتكلموا على إنه لابد من الصلح مع قوة سياسية معتدل قوة إسلامية معتدل أو إسلام سياسي معتدل وهم بيقولوا حتى لو فيه إرهاب برضه فيه إرهاب معتدل أنا نفسي فهم إرهاب معتدل ده إيه تنسلندر يوقف الناس يقولوا واقف هضرعبك موافق تنسلندر مثلا أو اللي بيبقى ازاي يعني كم سي سي مثلا لا طبعا الكلام مش المسائل ما تنفعش هرماضي ما تنفعش نص 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 ما تنفعش أصل ديمقراطية وإرهاب ازاي يعني إيه تصالح تصالح مع مين تصالح مع مين بالضبط طيب عايز أنه كان في حاجك ويسأل برضو حاجك ويسأل قبل ما نخش على الرساية دي آخر حاجة النهاردة النهاردة كان الدكتورة نايد العشر وزيئة مش كانش النهاردة كان الحياة وزيئة وزيئة القوة العاملة والهدرة كانت أنت عارفة أن المؤسسة يسمعونها الشباب اللي عمل مؤسسة يسمعونها مع لمعية الأرمان مع لمعية عملها الأستاذ أحمد المسلماني برضو المسلماني ابتدوا يروحوا على القرى اللي في الصعيد وابتدوا أنهما البيوت اللي هي خلاص يهدوها يبنوها على حسابهم يسلموها للناس فشيء رائع مارح كانوا يسلموا سبعين بيت في بني سوي في الزن أنا عايز أقول وعلى فكرة الشباب بتاعي سمعونها ده كان لما تيدي يشوفوهمهم كان أفكار كثيرة لده يعني كان ناس ده فقالوا بما تيدي نحط الاختلافات اللي بنا في وجهات النظر دي نرميه وراء ظهرنا ونتفع على الوطن وتيدي نعمل حاجة بدل من قاعدين نتكلم عملين نتكلم نتكلم ما تيدي نعمل حاجة وعملوا هذا الكلام يعني هي كانت فجرة بس الحقيقة والله يا أستاذ إبراهيم من الخمس سنين العجاف اللي الواحد عداهم دولت الحاجات دي مفروض دي ما تمرش من وراء عينين الدولة يعني لازم بيبقى تحت أشراف الدولة أي جمعيات تروح تشتغل في وسط الفلاحين في وسط الصعيد في الأرياب في المناطق الفقيرة لابد أن تراقل دي المجموعة دية الشباب أنه روح تقعدت معهم في المكان متاحهم ده شباب يفرح شباب يفرح شباب يفرح خدت بالي ويعني يوم ما يدمحهم هو الوطن تمام؟ ولا بلعبوا السياسة ممنوع حاجة السياسة خوف إن حد يلعب بيهم بس لا لا ده دول يلعبوا بتلاتاشر مليون ألف واحد كل واحد ما هو قد كده وكل واحد منهم كان يعني فيهم سبق منظر لا 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 ده النمعية دي عملها دكتور محمد فتحي شاب ويدرس إعلام في نمعة حلوان ودرس إعلام في نمعة أنا شفت أنا عدت معهم من يوم السبت اللي فات مش مبارح السبت القابلية في النمعية الألماني ده تلهم مقر ومش شباب ابتدوا يجمعوا الشباب بتاعها اللونها اللي هي كريستين ما عارفش يبتد التنمع اللي كانوا بلونه فابتدوا كلهم يخشوا الفكرة كلها إن الشباب بدل باك 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 كلام متين نشتغل متين نعمل حالة ونسيب الموضوع ده هشوف الفيديو ده لأني هقولك النتيلة الشغل ده بيقنق الناس إزاي لأن النهار ده لما يبقى في واحد يعني معدم مش حضر أمره مهيدا وما فيش بيت واحد فهيلاقي بين يوم والييلة البيت اتعمل وشباب نميل خدت بالك وده تحد يقول لي باك العبوب ولا بتاع ولا بلا ولا لا 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 حالة تفرح ياريت والله حالة تفرح وريني أخا مولعليا كده لا هو الشباب مش اللي هو المصري هو العامة 56 بعد ما تضربت طيب ههاتلي الرزم الحلقة سيبك من مبارح دي ما هاتلي الرزم الحلقة طيب طيب بص يا عمام محمد يا عمام مصطفى أنت أسأل باختصار شديد إحنا عربية السكة حديد وقت تقلبت على وشها هي بتقلب على نمبها إنما دي تقلبت على وشها ما عرفش إزاي وكلنا وقفين من كل ناحية بنرفع فمنت بترفعش لأن القوة بتاعتنا متضادة أنت كل اللي عملتوه أن كنت بنمعت القوة فرفعتوه نروحنا في ناحية واحدة شلنا العربية تشالت ووقفنا وراء عربية وزقناها زقت وده اللي هتعمل له ببساطة شديدة صح ده ما كانش حناح إلا لو في حالة واحدة بس إنه الوله الله والإخلاص إخلاص مين سادة بالله لو ما كانش فيه ولا كان الدكتور داكروني حييني ولا الدكتور عبد السباح حييني ولا كان حالة من دي فلحت وقلت هتعملوا البيت مهدود وراكه مش هيعمل داكروني دا كان نزي يا دكتورة من الحلقة 18 أيام بس 18 أيام بالزبط وبعدين ورونا البيوت يا عيك أبو الأله ورهنا البيوت قبل وبعد البيوت كانت موجودة وبعدين تخش تشوفوا الولاد بتاعها حلوانة إزاي خلم البيت ريفيه بصي يا نبي بص يا دكتورة بصي دا قبل ولا بعد دا قبل دا قبل يا دكتورة قد الفراغ سرحة هي في البتاعة والأرض طبعا ما فيش وعلى طوب أحمد طبعا ما فيه أكيد الحصر البلاستيج وعام فيه بيوت مكسرة أكتر من كده آه آه هنا بقى شوفي بعد آه تلوين بقى شوف فكرة حتى اللور دا تعمل في المحاجر لو تفتكر عند بداية مصر القديمة يتعمل مجي فنانين تشكيلين رسم البيوت خلاص خلاص جميع الله ياريت بعد الحلقة دي أنا عايز أقولك لما المجتمع المدني لما احنا نشتغل أنا وإنت وهو وهي وكده نشتغل أنا اتصل بي صديق من الأمارات أنا بقى لها أكتر من خمساشر سنة ما رحتش للأمارات الأمارات يعني الناس بتختف رجلة كتير هناك أنا بقى لكتر من خمساشر سنة صديقك الحقيقة عزيز اتصل بي وقال لي أن فيه هو دي صديق شخصية محترمة جدا منك شخصية شخصية يعني شاف الحلقة واللي عايز يعرف هو البيت بيه كلف كان كان فكلمت يا دكتور محمد فتحي كان قال لي في الحلقة من خمسة عشر لثلاثين قال لي يقول ثلاثين ألف قلت له لي قال لي طيب فبعدها بي يوم تكلمني ولا يومين قال لي عندكو حالة للمشروع بعدت له حالة النهاردة اتبرع بمئة بيت لا والله والله العظيم في خط السعيد برضو أه في خط السعيد أنا عايز أقول أنا بس عايز أوله هو يعني هو أنا عارف إنه طالبه إنه ما يتقلش اسمه تمام بس أنا بس أنا بس أنا بس أنا عايز أقول إذا ده حقك إنه ما نقولش يعني ده حقك ورغبتك إنما اللي يعني اللي حقنا إحنا إن إحنا بقول إن حد من الأمارات الشقيقة لأن يعني أنا يعني هذا الحب من أهلين في الأمارات للشعب المصري على دماغنا من فوق يعني دماغنا كلنا من فوق اللي بتعمل من أهلين في الأمارات معانا على دماغنا من فوق وعشان كده بس حبيت أقول لأهلين هنا إن إن في كل لحظة محد من الأمارات بيعمل إيه وده من دبي الشخصية دي عايز أقول العمل اللي عام نقدر نعمل حاجات كده لا هي فكرة البيت الجميل واللي مدهون ألوان مشرقة ومضيف دائما أنا كنت أقول إن المكان بيفرد سلوكياته وجماله يعني المدرسة القبيحة المكسرة المدغدغة اللي ميت عيل في الفاصل هتطلع عيال متعلمين إيه والمدرسة اللي متنظفة بإمكانيات قليلة جداً زي ما بيت اتوضب بإمكانيات قليلة جداً يمكن التلاتين ألف دولة اتصرف تعصرف الصحي احتمال إنما التلوين والنظفة دي بتكلفش كتير بس الجمال في المكان عشانهم مش هبابة ما حادش حيني نحط منهم إلا همال اللي بيشتغلوا في البناء وبتاع من أهل البلد ما فيش حالة مبارد وكل حالة هي نشفة يعني ما فيش حد محدش بيعرق على حالة ما فيش تعريق يعني في أي برنامج بقت موضع عايزة قبل السيسي قطل مقابلة السيسي والموزيع طبعاً شوء إعلامي طيب وإحنا شايفين إن ده مش وقته المهم الصعبة يعني ده بتتكلم عن ده هي بتقول أستاذ سهير إحنا شايفين إن ده مش وقته المهم الصعبة ومن الآخر إن اللي عايز مقابلة إما عايز شقة عمره حل فلوس أظن كفاية ولازم من وقفة من هذا المنهاج ده الحالة مش عايب الناس ده عايب الإعلام عايب الإعلام مش الناس على كل واحد قصو متخيل إن مشكلته هي أم مشكلة في البلد الفكرة إنك إنت بتاخد الناس دي وتضخم المسائل قوي 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 فأقول لك قابل الرئيسي الرئيسي بتحضرتك أستاذ محمد الشركاسي بيقول أستاذ بريم الدكتور الامي الساحياتي قرروا منقشتنا قبل ما بسل أستاذ محمد عايز أقول لك بعد ما الحلقة ما جتيش بشتك أنتختي وقعدتي وقلت إن العربات مجاشية لا العربية جت الساعة سبعة وعشرة كنت حضرتك بتتكلم طيب حد بعت بقى عن رسالة راشا بنتي بتقول لي دكتور الاميس ما لقيتش ليه قلت لها وأنت الأخرى قلت لها بقيت نفسي واحدة بعتها بتقول يعني أستاذ بريم حرم عليك ده أنا كنت رايحة مشوار لغيته عشان الدكتور الاميس قلت لها لا يعني أنت الحلقة دي مش مهم أنا يعني أنا جاي مع العفش مثلا يا راشا تقول لك أنا جاي مع العفش يعني يا دكتورة في ايه بالضبط يا أستاذ بريم انت الخير والبركة أنا ده بجاملوك بس دكتورة شدتي بقى الأستاذ محمد بيقول أرمو نقشة موضوعنا الأول خاص بالإسكان حيث أشعر بأن الدولة هي السبب في رفع أسعار السوق العقاري في مصر لتبيع الشقة الـ 130 بـ 400 ألف جنية في حين أن الأرض المفروض ملك الدولة ملك الشعب فإنه يجب أن تغالي الدولة في السعر وكانها مقاول ليس عنده ضمير فإنتهي فرصة إتحادة الناس إلى السكن ويضاعف السعر ست أضعام الأمر الذي يجعل القطاع الخاص يكون أكثر راشعا مبررا ذلك بسعر الأرض الغالي جدا وفي رأيي أن أي شقة الدولة يجب أن تتحدى 100 ألف جنيه حيث أن الأرض مجانية أو بسعر الرمز أما الموضوع الثاني نتائج المؤتمر الاقتصادي التي خلت من مشاريع صناعية عملاقة في مجال الإلكترونيات مثل أو مجال صناعة السهرات ليكون لنا منتج في السوق العالمي مع العلم أن مثل هذه الصناعات على الأقل يحتالها الشعب المصر وينفق كل أموالها على المساة زي المتردات باعتبر السوق كبير أستاذ أبراهيم محتال أعرف رأيك ورأي الدكتورة وكذلك منقشة هذه الموضوع مع المتخصصين فيما بعد في ولود من يكون لديهم في عملية البناء نفسها ويكون سؤالهم عن سعر المباني على وحدة سعر على حداء وسعر الأرض الواحدة ونعرف الفرق بين القطاع الخاص والقطاع العالم أنا مش عارفة الحقيقة الدولة نفسها بتبيع فيه بالضبط اللي هو بيقول السعر لا هو حقيقة الأمر أنا يعني زي سنتي لأصل الموضوع ده أنا بذكره كويس قبل ما قبل أنت حضرتك التردت إمتى آخر حالي الصحيح اشتغلت فيها ومشيتي بناها في الصحافة في الصحافة أخي الله أم صلى الله عليه أصلنا التردت كتير قوي أستاذ أبراهيم أنت كسفاني والله حصيب ما بتعمريش في حدة غلال آخر حاجة كان الوافن 2013 الحمد لله أنا سنبقى المساعدة المعيانة أنا تردت مرتين في الأهرام لما الأهرام لهم الأخوان من الأهرام وبعد رؤية النصر يوم وقال كرشنا سوا أنا وإنت آه طيب ربنا أسبوع وح فأنا في الموضوع ده ذكرت أقول أن كنت عملت السلسلة التحقيقات فيها آه فهي سبب كرسة الأسعار في مصر يا دكتور اللميس لما طلع قرار قبل الثورة بكتير آه أن هم يعملوا الأرض بالمزياد آه فرفع سعر الأرض من 400 دنيا للمتر في الرملة من 4000 و5000 دنيا فارتفعت أي حاجة طبعا أي حتة بصورة رهيبة آه وبعدين هو يقول لك الاستثمار دايما اللي الهواء ما بخشش من تحتيه اللي هي الأرض آه والمباني ده المضمون تمام آه هو ده المضمون فالنهار ده بقى عندنا مشكلة الدولة بتعمل إيه الدولة أولا بتيدي تدي قدت الشركات الخطأ اللي عملت دولة وحتى هذه اللحظة أننا الأرض دي بتاعتنا أي مشروعات اسكية للشباب دلوقتي ولا المساكن المتوسطة يعني بأن الأرض تسلم بلاش ويبقى اللي هيشتري الشقة ده واللي هيعمل الشقة ده بيدفع تمن المرافق لو أنا شلت بوزء بتاع سعر الأرض حيشل لنا المشكلة إنما المشكلة الحقيقة يا دكتورة أن الدولة بتطرح المناقصة بتاعت الأمارات بتاعتها تطيري تاخدها على خمس ست شركات كبار الشركة الكبيرة بتدي مقاول كبير والمقاول كبير بدي مقاول أصغر منه فبتكتشف إن فيه تلاتة يد بيشتابه يعني فيه حوالي تلاتين في المية بيتفحم الشاب بلا سبب بلا سبب وربما تكون فيه حد رابع تاني بخش في السكة ده الجزء من المسألة نمرى خمستاشر أنا أعمل شقة وشطبها لي أولا بشطبها عرة بطب لمؤخذة في الكلمة عرة بلط السطوح محتوط أي كلام مضروب لأنه محتوط يعني بيحصل بقى الفساد طب ما أنا أدي أعمل الشقة دية يا دكتورة ما فيهاش مقفولة للحمام بس والمطبخ واسبها فضية واسيب الشاب كده الشقة تعرفت ببكاب تلاتين خمسة وتلاتين ألف المية وهو يكمل براحته هو يكملها براحته هو يعملها بقى هو يقفلها إفرض أن عايز يعمل قضاء واحدة مقفولة ويسيب بقى دي فسحة لغاية ما يخلفه يبتدي روح قطع قضاء تاني ويسيبها فسحة إنما اللي بيحصل إنك بيحصل تاخد الشقة فيبتدي أول حال يعملها يا عيني يبتدي يدين تاني عشان عايز يكسر الأرضية كلها وعشان يكسر الحيطان كلها وعشان كلها فإحنا بنتحك عن نفسهم وفيه نقطة كمان مهمة جدا نسيب أجب من الأرض والشيرة كان مرة طلع قرون مش فاكرة إمتى إنه مش حد من حقه يسيب شقة مقفولة فاضية الإيجار بالذات يقول التمليك أنا حرف ملكي إنما الإيجار بالذات النهار ده فيه ناس في عمراض في أحيان كتير ده حوالي مليون شقة إيه بقى الإيجار القديم آجي بقى فلان توفق صاحب شقة بقوم أفلها وبتفع البتاع في المحكمة آه وأطرد أي ورسة أطرد أرفع عضية بتاعت بص تلاقي البيت كله فيه ساكن واحد والرجل صاحب البيت قاعد مستنين واتكل على الله عشان تبقى العمارة كلها فاضية مشفية ما هي إيجار وقوم جاي هددها وباني واحدة الجديدة وممكن تبقى العمارة لسه تعود لها كمان 50-60 سنة 100 سنة آه ففيه شقة كتير جدا 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 بهذا الشكل بالذات في الأحيان الشعبية وقول لها حضرتك مئة أكتر من مليون شأن آه فده لدي يطلع بشأنه قرار يا دكتورة أصلا ده في مشكلة عندنا كارثة تانية اسمها الإدارة القديمة آه الإدارة أغليه بدل ما هو بسيط تانية 7 جنيه لا 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 عشان الإدارة برضه نصلا أنا ذاكرته آه ذاكرته قوي وكتبت فيه كتير الإدارة القديمة ثلاث هو فيه ثلاث حاجات فيه دولة مأدرة ليه مدارس وأقسم شرطة وحاجة كتير حط إيدا بالعافية كتير على الحاجات دولة ورئيس الوزراء يوقتي اللي كان الدكتورة جنزولي في التسعينيات طلع قرار إن الدولة تطلع مطلقاتش ما حد تسمع كلامه آه وبعدين فيه شقة المقفولة وناس بقى هجرت وعملتوا الكلام ده كله وفي المحكمة المحاببة بتاعهم بيدفع أول السنة على يعني على أضعات بتاعهم وبعدين فيه الناس اللي هي قدرتهم المالية قويسة وعندوا شقةين وثلاثة واحد في البتاعها غتاتها وفيه اللي هو إنسان لا يستطيع أن أنا قدر أغلي عليه ثم أربع الاتنين الأولينيين لو ابتدنا نحل دولة تعملون نحوالي 2 مليون شقة اللي قال الحكومة طب لمساكن صادية الحكومة تردع ما قالاش بلطنة الحكومة تردع لأي حاجة واخدها من مواطنين تردعها لهم خلاص والشوع المقفولة تتفتح لأنه حتحل أزمة حقيقية حتحل أزمة أضل على السعر اللي كانت إجارة بـ 6 و 10 لا ده أنا دولة تمشيه بقى سيدي خليها بمتين جنيه أنا سيدي يعني الحكومة هتخلاص تسيب ده الحكومة تقوى ليه واخد الحادات دي الأهلي نفسه الناس عندها عماير يا عيني ده عصوك الأصحاب المساكن دولة كلهم بيشحطوا ده مسيدي زينة بتعرف اللي عديم بيشحطوا دولهم كلهم هم بتقوى للدارات القديمة اللي هو عنده عمارة هو عشقيل عايز يهد هو مش عايز يهد الفكرة إنه هو بيقولي كمان بقى شوف الأدارة يعني أنا أعرف حد صديق عندهم عمارة في معروف فلما يقولي المسورة تدرى بيقوليه هي العمارة كلها بيطلع 45 لنيه حتى ما ضحرها فيقولي لهم صلحون شوف يعني بيدفع في شقة معروف وصل بلد وشقة بـ 300 مت وبيدفع 20 لنيه ولا بتاع ولا مش عارفوا لحشر النيه ولا قديه ولا قصلاح لي فلا لا لا فيه فيه مشكلة ما المسائل جيه عايزة تنظيم خسر طب الموضوع بتاع الأشار والأخ بس نرنعلي وقع بعد الفصل بعد إذنك